طيب لتفاصيل أكثر عن زيارة السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين وأهميتها ينضم منه هاتفيا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسباب أهلا بك سيادة السفير أهلا بك يا سيدة السفير طبعا خير يا فندم أكيد الزيارة مهمة وتوقيتها مهم والزعماء والرؤساء والرؤساء الحكومات كمان المشاركين في هذه القمة بيطفي عليها مزيد من الأهمية إزاي مصر يا فندم ممكن تستثمر هذه الزيارة لتوطيد العلاقات التنائية مع عدد من الدول وكمان جلب مزيد من الاستثمارات خاصة وإحنا عندنا مشروعات كبرى وبنحرص دايما أن يكون مشارك في تنميتها وفي تنفذها عدد من الدول اللي لها ثقل على المستوى الاقتصادي والسياسي بالفعل إحنا أمام واحدة من أهم مشاركات السيد الرئيس الخارجية يلتقي ونحن نتحدث الآن بنحو أربعين رئيس دولة مشاركين في منتدى الحزام والطريق المنتدى الاقتصادي والتنموي والاستثماري الأهم على الساحة الدولية في الوقت الحاضر اللي بيوصفه البعض بأنها علامة جديدة تتشارك فيها كل الدول من أجل الانطلاق باقتصاد عالمي أكثر عدالة وأكثر انصفا لدول العالم الثالث يعتمد فيه الكل معادلة الربح للجميع والآن السيد الرئيس ألقى كلمة هامة جدا في افتتاح المنتدى تحدث فيها عن شراكة استراتيجية مع الجانب الصين حجم تبادل تجاري وصل ل13.18 مليار دولار و7 مليار دولار حجم استثمارات وإضافة إلى ذلك تحدث الرئيس طب هل الرقم ده مرض يا سيدة السفير؟ إذا قارناه بسنوات سابقة مثلا؟ طبعا هو أعلى رقم وصل لحجم التجارة البينية بين مصر وصين ولكن حجم الاستثمارات الصينية في المشروعات الكبرى يضع الاقتصاد المصرية الصينية فعلا في المصاف الدول الأولى طبعا الصين حقيا بال7 مليار يورو 7 مليار دولار استثمارات في المرتبة العشرين ولكن فيه سعي من أجل أن تصبح رقم 10 في سلم المستثمرين الأجانب في مصر ولكن الصين شريك لمصر في العديد من المشروعات القومية الكبرى منها القسم المالي والإداري الجزء المالي والإداري من العاصمة الجديدة القطار السريع المكارب ما بين العاصمة الجديدة ودواحي القاهرة في العشر من رمضان وهناك أيضا قطار للربط حتى مطروح من العاصمة الجديدة إلى 6 أكتوبر فهذا المشروع بالإضافة لمحط التوليد طاقة من الفحم النظيف عند الحمروين أيضا ب3 مليار دولار وهناك منطقة للبترو كيمويات في شمال غرب خليجي السويس ب3 مليار دولار هناك أيضا منطقة تيدا صناعية في شمال غرب خليجي السويس دي أيضا جاذبة للصناعات هامة جدا من الجانب الصيني أي أن مصر والصين شريك فعلا متميز ولقاء السيد الرئيس بالعديد من القادة على هام الشهادة القمة وخلال كلماته هو دعا حتى خلال مائدة مستديرة لرجال الأعمال لاستثمار في محور قناة السويس المنطقة الصناعية اللوجستية الكبرى سواء من الصين أو من دول الحزام والطريق أيضا المنتدى كان فرصة لسيد الرئيس لحق الإقاءات هامة جدا ورئيسية مع العديد من القادة والطعماء فالتقى بالرئيس بوتين اللي أكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الشملة بين مصر وروسيا وأشار إلى العديد من الإنجازات في مصار العلاقات وأضف أنه سيدعو الرئيس ليكون رئيسا مشاركا لقمة روسيا أفريقيا الأولى سيد الرئيس حمل معه أكثر ده يا فندم قصوة بالصين أفريقيا أو بمنتدى الصين أفريقي حاجة بتكون شبيهة أو على نفس المستوى ده سيكون اللقاء الأول والرئيس سيسي بحكم رئيسه للإتحاد الأفريقي وقدنا نشاهده منذ قليل يجلس بجوار الرئيس بوتين واضح أن هناك تفاهم وترابط ورؤية استراتيجية تجمع الرئيسين والبلدين وهناك الرئيس بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتائج الاستفتاء وأكد أيضا على أن الشرق الشاملة بين البلدين يعني مرشحة لتحقيق مكاسب للاقتصاد المصري أنت عارف حضرتك أن حجم التبادل التجاري يوصل مع روسيا لـ 8 مليار طبعا إحنا لما قلنا الصين 13.8 من 10 يعني حوالي 14 مليار دولار هو رقم مرشح لانطلاق قبرى خلال المرحلة القادمة طبعا الرئيس التاقى برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين ووعدهم بتسهيلات هامة وأنا أعتقد أن مصر هي الآن رقم 21 في الاقتصاديات العالمية مرشحة مع الصين في 2030 لكي تصبح من أهم الاقتصاديات أو أصحاب المراكز الأولى الصين الأولى ومصر السابع يا رب يا فندم وكمان بنتمنى أن المنتدى يكلل بالنجاح طبعا للدول المشاركة كلها وأكيد من بينها مصر منتدى الحزام والطريق المنعقد في الصين وطبعا زيارة السيد الرئيس لهناك تكلل أيضا بالنجاح بشكر سيادتك يا فندم شكرا جزيلا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا ترجمة نانسي قنقر